انا والقلب بتمنى ازور الرودة واتهنى وسلم بالدماء والروح على المحبوب علم مني سلام وصلاة انا مشتاة اكحح العين بالكعبة وطوف والاهل والصحبة واغسلت بسنوبي بالدماء التوبة يا الله ان شاء الله تفاصيل رحلتنا من الان معاد السفر يوم تمانية ستة رحلة ستمية تسعة وتلاتين هنقول الكلام ده ما فيش داعة تكتبوا هنقول على الجروب وهجيكم التذكرة استمعوا الي تمانية ستة ده موافق السبت رحلتنا ستمية تسعة وتلاتين مصر الطيران معاد الإقلاع الساعة تسعة وخمس دقايق اشتراطات مصر الطيران الحضور للمطار قبل معاد الرحلة باربع ساعات تسعة صباحا تعليمات الطيران المصري ده واحنا راجعين يا حج جهان الحضور في جدة بتمن ساعات فخلينا كده نمشي واحدة واحدة من الاربع ساعات يا جماعة انتم مش هتشعروا بياه هناك اه ده يستدعي ايه انه احنا لما نبقى هناك الساعة خمسة الصبح يبقى الحاج لازم يبقى بايت بدري عشان جسمه يبقى مرتاح لان احنا لسه هنوصل هناك على الساعة حداشر وناخد الباصات ونطلع على الفندق ففيه وقت كبير هنبقى يعني مفيش نوم فده يستدعي انه الواحد يريح جسمه مسموح لينا في المطار شنططين كل شنطة وسنها 23 كيلو وهندباج 7 كيلو وشنطة ايد حضرتك ده دايما الناس اللي عليهم ادوية ما تحطش الدواء كله في الشنطة اللي دخلت على السير وزع دواك خد ادويتك اللي تقضيك الرحلة بالكامل احنا مدة رحلتنا 14 يوم خد دوا يقضيك 20 يوم تمام ناخد بالنا في بعض الحجاج بياخدوا معهم قصافة مقص مبرد سكينة دول ما يبقوش في شنطتك اللي طالع بها الطيارة لانه عند التفتيش هياخدوهم منك وضطوهم في الشنطة اللي طالع السير والبارفان والباوربانك الباوربانك ما تحطوش في الشنطة اللي دخله مخزن العفش في الطيارة في شنطة اليد وصلنا المطار في الصالة الموسمية التجمع هبقى هناك انا ان شاء الله قبليكم واستقبلكم ونخش كلنا على مصر الطيران نشيق حجزنا ومتجهين على المدينة المنورة هنتجمع جوه في صالة وبردو بيبقى في علماء زي فضيلة الشيخ ده بيشرحوا برضو مناسك الحج نوصل بسلامة الله المدينة ان شاء الله هيبقى في بعصة في المطار منتظرانا نظام مطار المدينة اول ما نوصل على السير السلطات بتطلعنا اتفضل يا حج بره واحنا هنجيبلك الشنط محدش بيستنى كان الدكتور عبدالعيز كان معانا السنة اللي فاتت كلنا خرجنا بره والشنط جاتنا بفضل الله الطيارة كلها رايحة فندق واحد اللي هو فندق الحرم في المدينة فما فيش من اختلاف الشنط او تضيع شنطة تروح مكان تاني خرجنا الباصات مستنيانة كل واحد خد شنطته وحطناها في الباص واتجهنا الى فندق الحرم المسافة ما بتزدش عن 20 دقيقة من المطار للفندق انا بنزل بقابل المسؤول باخد كروت ومفاتيح الغرف محدش بينزل من الباص الا لما نياخد مفتاح غرفته جوه الباص عشان ما عوضش ادور على حضرتك في الريسيبشن الريسيبشن مش حضرتك انت اللي موجود بس فيه لا اوتوبيسات تانية الرحلة يجي 300 راكب لا انا هوزع المفاتيح جوه الباص وحضرتك عارف الغرفة بتاعتك ومكتوب اسمك على المفتاح برقم الغرفة تطلع تتفضل والعفشة هيجي ورا حضرتك تاخد شنطتك لقطتك وكده استقريت حضرتك في المدينة كلام ده ان شاء الله كله هيكون قبل صلاة الظهر يوم 8 6 معك بقى 3 ايام اقامة في المدينة المنورة ما تضيعش صلاة كير في المسجد النبوي ومن اداب المدينة كان فضلت الشيخ مالهاش بعض السلف الصالح والعلماء انه اول زيارة لي ودخوله للمدينة كان يلبس كل شيء جديد طعم الداخلي جديد الاميس جديد او الجلب اول مرة ده ليه حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم انت رايح للحبيب لما اخذ في التشبيه الواحد لما انروح يقابل خطبته دي يبقى لا بس يعني زي ما بيقولوا هنا على الحب ولا الا على الحب لا انت رايح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل ذلك هو ليس الزام فما تضيعش اي وقت وان شاء الله ان تمكننا من المزارات اهلا وسهلا ما تمكناش المزارات بينكم وبعض وان ما عملتهاش برضو ما فيش مشكلة هنقيم في المدينة لغاية يوم حداشر ستة الليلة ليلة حداشر يعني يوم عشرة بالليل هنبه عليكم هتطلعونا الشنط قدام باب الغرفة فقط لا غير هيبقى في ايديهات هنوزحها من هنا المرة الجاية ان شاء الله مع البصبور والتذكرة لكل حاج اتنين ايدي للشنطة هتطلع للشنط العمال هياخدوها وهتسافر قبلينا لمكة المكرمة ومكتوب على كل شنطة الغرفة رقم الغرفة في مكة المكرمة وده شغل الاستاذ رمزي هيستلم هناك الشنط وهيخطانا ان شاء الله في الغرف انتيصل له هذا الامر ان جات له الشنط بدري لكن لو جات متأخر هنلاقيها في نفس الدور عشان ما يبقاش بس الزام على الراجل هنتحرك يوم 11 نظام المؤسسة التحرك بالباص من المدينة المنورة الى مكة المكرمة مرورا بالميقات وهو ابيار علي احنا هنحرم كلنا من الفندق محدش ياخد الاحرام يقول انا هحرم من الميقات الميقات بيبقى زحمة جدا وهتقف طابور على الحمام ليه طب ما انت عندك قطة فيها حمام وانت وزميلك اثنين ثلاثة في الغرفة يعني احرموا من الغرفة ليه تحرم من الميقات احرمنا توكلنا على الله هو للامانة برضو في مساعي لهذه المجموعة ان تذهب بالقطار ولكن حتى الان لم يتم شيء والزهاب هو مش اثر ولا حاجة من حاجة احمد انت لو جيت حسبتها تلقية متساوية اقول اقول طيب احنا هنقول الاثنين سيناريو لو رحنا بالباص اتحركنا مثلا بعد صلاة الظهر المشوار بياخد خمس ساعات تمام لغاية ما توصل فندوقك في مكة المكرمة مرورا بالميقات الميقات بننزل نصلي ركعتين وناخد النية ونلبي ونتوكر على الله ما فيش ركعتين يا جماعة ما ما فيش ركعتين يا جماعة دايك ماشي حلص كده عشان بس لأ حاجة عبد العزيز قال ما فيش تحية المسجد يا مولا ما فيش ركعتين ليست بالاحرام ما فيش ركعتين ولو انت نوت وانت في الباص ميتك زيائز مش شرط انت تنزل الميقات ولا شرط انت تخش المسجد في مكانك تنزل انت هيصليك نزول خلاص كده انزل هتصلي ركعتين تحية المدن لكن ما فيش ركعتين اسمهم ركعتين الاحرام دول احنا نبدعناهم ما فيش اصمم الكلام ده خلاص يا جماعة تمام ان شاء الله اول ما نوصل للمدينة كذلك هيتوزع علينا خطوط تليفون واحنا دخلين المطار هتلاقوا اربع شركات زين ومبيلي واتصالات مش عارف ايه الشركة الرابعة بيبيعوا خطوط يقولوا خد يا حاج خط مجاني لا متاخدش انا هوزع على حضرتك خط تليفون مجاني هتفعله بس جبنا المندوب في الفندو اهلا وسلم مجاش وانت خارج من باب الفندو هتلاقي كذا كشق الخطوط بتاعتنا موبايلي هتوقف بس عنده يقول له شغال الخط ده لازم حضرتك تحط صبعك على البصمة يشتغل الخط واحنا دخلين مطار المدينة لو في اي حد مننا مع تأشيرة سنوية لدخول السعودية ياخد باله ينبه على موظف الجوازات يقول له انا داخل حاج ويوري له تأشيرة الحج لانه لو دخل بالتأشيرة السنوية بتاعته هو الان مش حاج ومش هيتفوج معنا ولا هيبقى حاج خالص الفرق تعرف بين التأشيرة السنوية والحج الحج بتبصن بصابعك العشرة زي الفيش هنا في مصر التانية بتبصن بصابع واحد السنوية في حد معا تأشيرة لا نفس الكلام ما تخشش بالإقامة انا وزعت لحضرتك التأشيرة وري له التأشيرة لا انا عايز افوجك معايا انا عايز ادي لك اي دي حج هناك تخش بيه عرفة ومينة وكل الاماكن يبقى انت حاج مش حاج سلكاوي او متهر تمام دي النقطتين مهمين تليفون هيتوزع على حضراتكم خط ودخولك لازم تخش بتأشيرة الحج اللي انا وزعتها على حضراتكم اه اه انا بعتقى على الجروب كل التأشيرات بعتقى على الجروب اه طبعا طبعا لا الخروج خلاص الخروج مش مشكلة الخروج سهل اه تحركنا بالباص احنا قلنا في مساعي النوابة في قطار انت يسر اهلا وسهلا بس على حساب التذكار على حساب الحاج العام الماضي اللي ركب مجموعة كان السعر متين ستة وسبعين ريال وكان الريال بتمانية جنيه دي تذكارة القطار اللي حابب يرجع هو ما ينفعش جزء وجزء يا المجموعة كلها اه يا المجموعة كلها لا السنة دي في رمضان كانت تذكارة القطار بستمائة ريال فلما نروح ونشوف سعر التذكارة لينها السيب ربع ومية حدها يرضى ربع ومية يضرب في اتناشر ونص أو تلتاشر هنسيب الموضوع للتيسير ربنا احنا دعينا فور اجتماع اللهم يسر لنا حجة بيتك الحرام نقول السيناريو زي ما احنا بالباص وصلنا الميقات احرمنا كان وقت عصر صلينا ولبينا اصبح عليك محظور كل شيء توكلنا على الله الطريق لنا استراحة وصلنا مكة المكرمة هنلاقي الأستاذ رمزي مستنين على باب الفندق برضو هيدين المفاتيح اوزحها جوه الباص انا بزعل قوي لما نقول لي عايز انزل عايز انزل طب ما بقي ديئتين وتاخد المفتاح وتنزل تنزل تطلع على غرفتك على طول لا عايز انزل واعد ادور عليه في الريسيبشن عشان ادي له المفتاح الشمط ان شاء الله هتكون سبقاكم بإذن الله هتكون في قلب القبط ناخر الاسئلة مدام سمح للاخر السجليها كده وناخرها ونقولها في الاخر في اللحظة دي بنقول يا جماعة قدامنا ساعة ونتجمع في الريسيبشن عشان نروح نقد العمرة مع بعض وساعة دي وقت كافي ان الشنطة سبقاك وانت هتطلع تجدد ودوءك ترتاح خمس دقايق انت عايز على طول يا مولانا ما ينفعل لا لا ساعة كويس والله بينزلوا بعد ساعة كمان والله بي لا بيقول ساعة لا بيتأخروا كمان الساعة اتجمعنا في بعض الناس يقول انا اعتمرت قبل كده انا رايح لوحد يتفضل في واحد هو وزوجته يقول عمالنا قبل كده عمرة احنا عارفين السكة يتفضل بناخد المجموعة وننزل من ربنا يصلنا نخش بباب الملك عبدالعزيز على الصحنة على طول بنبدأ الطواف من الحجر الاسود بسم الله والله اكبر ونلف الشوط لغاية ما نوصل الحجر تاني الشوط التاني التالت لغاية اخر شوط مفيش تكبير لان احنا بنكبر في بداية الشوط مش في اخره خلصنا الطواف بنصلي ركعتين في مقام سيدنا ابراهيم او خلف مقام سيدنا ابراهيم للزحام الشديد بنصلي بالركعة الاولى قل يا ايها الكافرون والثانية قل هو الله احب ثم ننصرف اتجاه المسعة بنلاقي مي الزمزم يفضل او يسن انا مش قادر اتكلم في الحاجات الدينية مولانا قاعد كل شوية ويغلطني لا خلص انا سيبك ما تسيبني ايه بس ان اعطيناك الكافر بتالي وكل يا ايها الكافرون لا قلت قل يا ايها الكافرون وقول هو الله احب بس ده عندك انت انا اعطيناك الكافرون لا انت بتلخبطهم لا والله احب انا اعطيناك الكافرون قل يا ايها الكافرون وقول هو الله احب ذهبنا الى زمزم وشربنا الثلاث شربات من ماء زمزم مش ثلاثة يا جماعة تضلعوا ما هو تضلع بثلاث مرات لا لا التضلع طيب اديني فرصتي اه لا التضلع مش ثلاثة التضلع معناه ان كل عرض يوصله ماء زمزم تضلع وبقول لكم ليه تضلع تضلع نعم ما كونش واكد لان ماء زمزم سيدنا النبي قال عنها طعم ها وثقاء يعني اك وشرب واكسم بالله يمينا وحاسبوا علي بينادي الله كم من اناس كم معايا عندهم امراض في حج وفي عمراء اما ما بيخلفش اما 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 اقول له تضلع من ماء زمزم واضعه الله فيرجع فيبشرني اما بحمل واما بشفاء واما واما فهي بس امر بقول له تضلع اشرب على قد ما تقدر بس سويتر سبعة تسعة احداشر بس كان يكونش واكد حد ما كل عرق يخش فيه ماء زمزم وبعد وبعد الشرب في دعاء مستحب اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل ذائن وسخب نتجه الى المسعة ونسعى سبع اشواط ونتم السع ثم نذهب الى الحلق والحلق افضل عندما سويل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين قال والمقصرين ما قالش رحم الله والمقصرين النساء ده للرجال انت عايز النساء تحلق تفتدين ارداء يا دكتور الرجال يا كمان النساء محدش يقص شعره في الحرم. محدش يقص لما لميت شعر كده الضفيرة وخدنا منها عقلة الصباع قد كده اوه. اعملي الكلام ده في الفندق. مش في الحرم. ليه حد يشوف شعرك? ليه سملتك تقص لك او او انت تقص لنفسك? لا. نروح الفندق. فندق ابراج مكة على الساحة على طول قريب. نرجع الفندق. احنا هنروح للحلاء. وكل واحدة تقص لزميلتها في القوضة قدر انمولة. كده اتحللنا من العمرة. واصبح متمتعين بكل ما هو كان محرم علينا اثناء الاحرام. نتمتع به خلال هذه الفترة. احنا عندنا المطعم وفيه مفتوح. في المدينة وفي مكة المكرمة. لينا فطار وعشا من ستة صباحا لعشرة. ومن ستة مساءا لعشرة برهم. محدش يشغل نفسه باي طعام او ياخد اكل او 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 او. لان الدنيا هناك ما شاء الله تبارك الله. يعني انا نزلت فيديوهات للمطعم بتاع السنة اللي فاتت على الجروب. واعتقد انه الجميع اه شافة. الدنيا جميلة. نجهز لغاية يوم تمانية. هديكو نقول يا جماعة اه الساعة مثلا اربعة خمسة حسب دخول الباصات للفندق. كلنا نبقى جاهزين. هيبدأ بقى الاحرام للحج. الاغتسال زي ما مولانا قال. ونحرم من قلب الفندق وما فيش نزول. لغاية ما ندي التعليمات الباص وصل. اتفضل ونزله. ننزل نركب الباص. على فكرة احنا بنعمل برضو بالان للباص. كل واحد ليه كرسي ويلتزم بيه. ما ينفعش انه من الرحلة دي للرحلة دي كل واحد يغير الكرسي. لا. هو حضرتك للكرسي واحد. عشان نبقى ايه منظمين وملتزمين. يوم تمانية نصعد الى عرفات الله مباشرة. ما عندناش حاجة اسمها مينة تروية. ودي لعدة اسباب. وهي سنة وليست بواجب. طلعنا عرفة. بنبات في عرفة التاني يوم. وهو اعظم يوم يوم عرفة. ما تشغلش نفسك غير بالذكر والدعاء. خير ما قلت انا والنبيين من قبل في هذا اليوم. يوم عرفة. لا اله الا الله وحده لا شريك لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير. لغاية قرب المغرب. برضو الباص ان شاء الله بيبقى قريب مننا. نتوجه للباص. وتبدأ النفرة الكبرى. يفتح لنا الطريق نبدأ نتحرك الى مزدالفة. في المناسك برضو لنا وجبة ساخنة كل يوم. والطعام في عرفة ومينة يعني هتزقوا من كتر وجود الطعام. برضو محدش يشغل باله بهذا الامر. اتحرك بينا الباص الى مزدالفة. وصلنا مزدالفة. بتيسير ربنا نوصل بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة الساعة اربعة الفجر. دي كلها تسهيل. العام الماضي كان معي الدكتور عبد العزيز. سبحان الله سلكنا طريق. مش شطارة مني. ولا نصاحة ولا اي توفيق من عند ربنا. لانه نوينا من هنا التيسير وربنا يسر لنا. والله العظيم دخلنا طريق. كان ماشي. تبص على شمالك الطريق وايف. على يمينك وايف. طبعا في حواجز محدش يقدر يعد بالباص للطريق التاني اللي ماشي. في حواجز نيو جيرسي خرصانية كده. محدش يقدر يعد. بيو زميلي يكلموني. انت فين? قلوا ما انا وصلت لمزدالفة. لا. انت مش مزدالفة. انت. بعدت اللي هم لوكيشن. حتى الريس كان معانا على الجروب. ومديل الفندق. اه عبد العزيز انت اللي ودك مكة. قلت له يا ريس انا موجود في المزدالفة. والمشعر الحرامة هو جنبي. وكل الحجاج نزلت. صلينا المغرب. والعشة. ولمينا الحصوات. اللي هي الجمرات بتاعة ابليس. ناس تانية الطريق واقف بهم. رجعوا على عرفة تاني عشان يقدر يخشوا من الطريق اللي ماشي ده. فالموضوع تيسير من عند الله. ليست بشطارة حد ابدا. اه فتحونا التحرك. لانه احنا بنخش موقف بتشوف بس اوتوبيسات وناس. كله مقفور. لغاية اول باص يبدأ يتحرك. اللي وراه اللي وراه اللي وراه. يجي دورنا نخرج. المتبع انه المفروض نخش منا. لو دخلنا منا الباص هينزلنا قدام المخيمات. وشكرا مش هنشوف الباص داني. فاحنا بنعمل حاجة جميلة وهي صحيحة شرعا. بنطلع على مكة على طول. وده الافضل. بنطلع على مكة على طول. انا شاف الاخ بيعمل كده لايك. طب يعمل لي لايك في التليفون. مش تعمل لي هنا. لا وده الافضل صحيح. بالمناسبة يعني لما ننزل حاجة على التليفون. منشور حاجة. يعني عايز اتطمن انه كل الناس شافو يعملوا عليه لايك او قلب او حاجة. اللي ما اعملش لايك بحجته نقصة. نطلع على مكة باذن الله. بتيسير ربنا نبقى هناك. واحدة اتنين تلاتة. كله بتيسير ربنا. على الريسيبشن برضو. والقول يا جماعة اللي عايز يطلع قطه. يجدد وضوءه. يتفضل. بعد نص ساعة. هنا بقى نص ساعة. ليه? نكوننا جايين من المدينة مشور طويل. لكن احنا جايين من اين? مزدرفة. موضوع قريب. نص ساعة برضو. اللي سبق ليه الاعتمار وعارف الدنيا. مع نفسه اهلا وسهلا. يروح يطوف ويسعى ويخلص. لانه ما نبقى مجموعة. لانه ما نبقى متكتفين شوية. ما بنخدش راحتنا. لازم نستنى اضعف واحد فينا اللي خطوته بسيطة. هو امير الجماعة. لازم نستنى. لكن لما يبقى زوج وزوجة شباب وعارفين السكة. يجروا مع بعض ويخلصوا. ويرجعوا الفندو ويتحللوا. اه نزلنا طفنا وسعينا زي ما عملنا في العمرة. بنرجع. نحلق. والنساء برضو قط. خلصنا كده. تسعين في المية بنرحم. الحمد لله. نطلع الفندق. كله يغتسل ويلبس هدومه العادية. آآ يفضل من هذه اللحظة كلنا نلبس كوتشي نلبس آآ حزاء رياضي لانه هنمشي. المشي. احنا كل اللي حكيناه ده كله حج كده في مارينة في مراسي. كل اللي حكيته دلع. من هنا هيبدأ لايه? الشغل. طلعنا الغرف ريحنا لغاية العصر. وده اللي عملنا السنة اللي فاتت واللي قابليها. نريح لغاية العصر. كله جاي تعبان نام. تمام? آآ واحنا طلعين اول مرة على عرفة معانا شنطة صغيرة هنديباك كده على دهرك. فوطة حاجة بسيطة استخدامك الشخصي. غير كده ما تشيلش. ممكن الباص يبقى بعيد. هنشيل. ليه نشيل? كل حاجة معانا خفيفة. اول مرة يلقطينا التليفون. يجينا الباص ان شاء الله العصر. يوم العيد. يوم النح. احنا اشترينا الصق في المدينة او في مكة. ووقفنا بعرفة. ونزلنا يوم العيد. طفنا وسعينا وحلقنا. عايزين اي تاني. خلصنا لو ما خلصناش. تمام? ان شاء الله بفضل الله يجينا الباص. بالمرشد بتاعه. في هذا الوقت في صلاة العصر. نركب الباص. ونلتزم بالمقاعد. وهيطلعنا لغاية اول حدود منها عند الجمراء. عند بن داود اللي راح. اول حدود الششة. والدنيا هيبقى زحام. هننزل. شاء الله عصد يا زي ما بقولي الحج رمزي. معانا ما بحبوش. بحب اه بن داود. ونمشي بقى. نمشي كتير. هنمشي لغاية ما نوصل. الدكتور عبدالعايز هو بعد ما خلص ايقول لنا هيمشي دي. الكلام اللي انا بقوله ده حقيقي وصدق ليه? لان ما فيش بصات في اللحزة دي بتمشي. خلاص مين ابيت كلها كتلة بشرية. كلها ناس. ما فيش عربية هتشوفيها ماشية. نروح. هو عشان كده بيقولوكو حزاء رياضي. حزاء رياضي. لان الموضوع مسهل الجد. اه الشبشي بيضر. بجد. الموضوع مسهل. عشان انت معرفة. ان شاء الله. انا انا نزلت السنة اللي فاته. والله الساعة ثلاثة. فكان معايا عروس وعريس. لسه ابداد. احنا نوصل امتى امونا? انا داخل لنا بعد صلاة العشر. دي حقيقة. فانت بتمشي تسعة كيلو. عشان انت معارفين بسي. السنة اللي عام الماضي ان شاء الله دخلنا قبل المغرب كتير. عشان رجبنا. رجبنا العقبة الكبرى. وبعد كده اتحرقنا للمخيم. هنا في اه مينة كلها اتجاه واحد. اتجاه للرايح واتجاه للجاي. بتبقى شايفي الخيمة بتاعت حضرتك هنا قريبة. بس مش قادر تعدي. ما فيش تعادية. لازم ناخد الطريق لاخره. ونرجع في نفس المطار. ونخش الخيمة. هنقعد في مينة. وكده خلصنا يوم عشرة. هيبقى معنا يوم حداشر. ويوم اتناشر. نرجم فيهم التلات رجمات. العقبة الصغرى. والوسطى. والكبرى. كل اه جمرة. سبع حصوات. يبقى يومة اه الحدي عشر واحد وعشرين. والثاني عشر واحد وعشرين. وفي عندنا سبعة في الاول. عشان احنا ايه متعجلين. ويكون مزبطين مع الباص في اخر يوم. نرجم. ويكون مستنينا برضو عند بن داود. نروح له. ونركب الباص. ونرجع على الفندق. ويبقى كده انهينا جميع اعمال الحج. ويبقى معنا باقي طواف الودع. احنا العودة بتاعتنا ان شاء الله يوم واحد وعشرين ستة. الساعة احداشر واربعين دقيقة صباحا. واحد وعشرين ستة. مصر الطيران الساعة حداشر واربعين دقيقة. بننبه قبلها برضو تطلعوا الشنط بتاعتكم قبل ليلة السفر. وبيجوا العفاشة بياخدوها. بتوصل لمطار جدة للأستاذ رمزي. بيجمحها في مكان معين لغاية احنا ما نوصل بسلامة الله. ونخدها ونخش على الكوينتر بنشيك حجزنا ونركب الطيارة بسلامة الله. اه الاشتراطات في السعودية انه نوصل المطار قبلها بتامن ساعات. تجاوزا احنا بنخليهم سبعة ستة بنحاول يعني نيصل على الحجاج على قد ما نقدر. اه بنركز على موضوع الادوية اهم حاجة. الحاج ما يحطش دوا كله في مكان واحد. اه يوزعوا على شنطه. عشان اي حاجة يعوزها يلاقيها. ده مجمل الرحلة سريعا كده عشان ما نعطرش حباب. فضال يا مدام سمع. لا انا مستهمة. المحزرات بعد الاحراب. المحزرات الاحراب. قص الشعب. تقليم الاظافر. اه الطيب. الصبو. الصبو. كل ما هو ريحة. كل ما هو عطر. اه. حتى لو افتسلت مسترحيش شعرك. لانه التسريح ممكن يوقع شعب. فالموضوع ده كله يعني يوم. يوم اونلاين. اللي عايز يسدد من هنا بالفيزا. يسدد. عايز اول ما نوصل هناك نشتريه وتاخدي ريسيت. اوكي. اه الامور ميسرة كتير. هنزل موقع اللي عايز يشتري من هنا اونلاين. اوكي. حد عنده سؤال تاني. احنا بنحجز حجز جماعي ان شاء الله. اول ما نوصل للمدينة. ال اه. في شريط اكسل بيبقى مع الوزارة. بيحجز اه. عدد عدد. حسب وصلنا للمدينة. نهضة وصله الخمس بسات يحجز الخمس بسات مثلا لبكرة او بعد بكرة. وهكذا. محدش يخش على نسك ويحجز لنفسه. لو حجز مش هيتحجز لك مع المجموعة. في ناس بتحب تعمل ناص هيقولك احجز انا لوحدي اخد معاك. والمجموعة عبدالعيز هيحجز لنا. ايبقى اخشه مرتين. مش هتلاقي اسمك في المجموعة. تمام? تفضل. يوكل وما يروحش من. يوكل ازاي لك. عربية بقى. حد يزوءك. هو بعض العلماء ادونا فتوى في اصحاب الاعزاء. بعد النزول من عرفة ومزدرفة الى مكة. اللي عنده عزر يظل في الفندق. ويوكل من يرجو معنا. يبقى عنده هاتي. يبقى عليها هاتي. نشوف الرد الشرع. يبقى عليها دم. ماشي. آآ نسمع كلمة للأستاذ رمزي. مدير. لا يبقى عليها دم. انت تقول بعد ما نخلص. لا يا جماعة بس عشان بس الكلام بتاع الحج. عشان تبقى عارفة. القصل ان تدخل مينة. وترمي رمية. بعد كده تقعد في مينة معزز مكرم. والشيخ محمد طالع او استاذ رمزي او الحج عبدعزيز بتقول له وكلتك ارمي. لكن علشان ما تخشش مينة او ما تبتشش مينة. فيبقى عليه. عدم الدخول هاتي. وعدم المبيت هاتي. الهادي تقريبا معدي تقريبا. دا. لا 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 لا. الهادي انا مش عارف كامل. اهلا. خلاص كده دي نقطة. نقطة التانية الهرولة. في السع لغير النساء. ولمن بصحباته النساء. معك زوجي. ما ليش زوجي سايبك وبيجري هو. لا. ولا انت اشتركوا في القناة. حلوث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟